نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في قناة المستفيدون ولا تنسوا الضغط على لايك أسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخوتي وأخواتي في قناتكم المستفيدون بداية كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة طبعا هذه اليوم الوصفة التي سأقدمها لكم هي وصفة وقناع سحرية رائع جدا لعلاج وتفتيح البشرة وأيضا حل مشكلة التجاعيد هذه الوصفة هي علاج فعال متطورة هذه الوصفة مضافة إلى بعض المواد الزيادة وهي العلاج التجاعيد وبناء على طلب أحد الأخوات وأبارك لها بالمناسبة لأنها عروس وستتزوج بعد أقل من شهر فهذه الوصفة لها لأنها طلبت مني صراحة قبل يومين وأنا اليوم أقوم بنشر هذه الوصفة لها وأيضا لجميع المشتركين والمتابعين على قناتنا ونشكركم على المتابعة وعلى اشتراكاتكم وتعليقاتكم وإبداء أرائكم في هذه القناة وسأكون سعيد أكثر عندما تشاركون هذه الوصفات مع أصدقائكم كي تعمل فائدة ولن تدعو أن تقف عندكم وأيضا بخصوص أنا سأتكلم بداية بس في نقطة صغيرة وهي لربما البعض ينزعج بأنني أتكلم كثيرا على المواد فاعذروني أخوتي لأنني أنا أقوم بشرح التفاصيل في هذه المواد أنا أريد منكم أن تقوموا بعد فترة من المتابعة بأن تكون عندكم خلفية كيف تصنعوا هذه المواد وما هي المواد التي يتم ارتباطها مع بعض وكيف تكونوا نتائج لا أريد فقط أن أشرح لكم طريقة التحضير ونقوم باستعمالها لا أنا أريد منكم يعني طريقة الفائدة من كل مادة وكيف تقومون بجمعها وكيف تقومون باستعمال والاستفادة منها هذا ما أردت ولذلك أعذروني أنا أقوم بشرح بعض يعني أخذ الوقت الكافي منكم لهذه المواد فلن أطيل إن شاء الله عليكم في أي شيء بعدها نبدأ على بركة الله المكونات التي سأحتاجها اللبن أو الزبادي أو المعروف بالياغورت بالمغربية سأحتاج إلى الطحين أو الدقيق وسنحتاج إلى عصير الخيار مبشور الخيار الخيار أنا قمت ببشره إخوتي بهذه الطريقة وقمت بتصفيته وتنقيته لأحصل على هذا المكون الآن سأحتاج إلى ملعقتين من الطحين وملعقة إلى ملعقتين من اللبن والقليل من الخيار وهذا هو عنصر أساسي لإزالة التجاعد سنقوم بخلطها لنحصل على المكون السلس لفرده على الوجه تابعوني إذن إخوتي وأخواتي حصلت على هذا هو المكون الذي سنستعمله هذا رائع جدا بهذه المكونات وأيضا سلس يمكن فرده بسهولة على الوجه طبعا إخوتي وأيضا خصصا بالأخت العروس هذه المكون كيف طريقة استعماله وطريقة استخدامه سهلة جدا وهي أولا تقومي أختي بغسل وجهك لإزالة المكياجات وإزالة أي شيء أنت كنت بوضعه على الوجه والرقبة وبعدها قومي بوضع هذا المكون وهذا المستحضر الذي حصلنا عليه لمدة ساعتين على الوجه والرقبة لأنه يعمل على تفتيح الوجه فبذلك تقومي أختي بفرده على الوجه والرقبة وبعد الساعتين تقومي أختي بإزالتي بمسحه بالكلينكس أو ما شابه وبعدها تقومي بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد لطبعا إغلاق المسامات ولا يوجد هناك مشكلة إذا أنت أردت بعد ذلك استعمال زيت اللوز أو زيت الزيتون على الوجه كي يعطي لمعانا وإشراقة للوجه استعملوا إخوتي ثلاثة مرة في الأسبوع وإن شاء الله ستنال إعجابكم هذه بالنتائج المذهلة بإذن الله طبعا لمن أراد نتائج مسرعة ويعني نتائج بسرعة فائقة يستعملها كل يوم كل يوم يستعملها مرة مرتين في اليوم لمدة طبعا على طول الإسبوع وإن شاء الله ستنال إعجابكم ويعني تظهر لكم النتائج المشرقة والتي يعني تعجبكم نهاية موضوعنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد نالت إعجابكم لا تنسوا الضغط على لايك أسفل الفيديو لمزيد من التجيه ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء كي تعمل فائدة وإذا كنتم مشترك جديد أو أول مرة تشاهد هذا الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة لمزيد من الوصفات كان معكم الحكيام عمر من قناتكم المستفيدون والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر